تغزو المنتجات الإيرانية الغذائية والصناعية الأسواق والمحالة العراقية بشكل ملفت حيث دخلت إيران بعد عام 2003 الأسواق العراقية بقوة وعملت على تصدير منتجاتها الأقل كلفة من غيرها من المنتجات التي تدخل الأسواق العراقية وأغلقت آلاف المصانع والمعامل العراقية كان عدنا حوالي 4000 أكثر من 4000 معامل ومصانع لإنتاج مختلف السلع لكن الآن تقريبا أكثر من 6000 من المصانع والمعامل توقف عن العمل بسبب السلع الإيرانية الرخيصة التي تدخل عبر المنافذ وحوالي 7000 معامل أو مصنع تعرضوا للإفلاس وانتهى عملهم تقريبا اقتصاديون طالبوا بتفعيل قانون حماية المنتج الوطني لمنع وصول فائدة العملات الصعبة لإيران عبر تصريف موادها في أسواق البلاد لكن الحكومة الإقنية مفرود بهالحالة يفعل قانون حماية المنتج الوطني المنتج الوطني اللي نفس المواد عندنا برحالة بطريقتنا بخرى نساعدوا على تهيب الأملات الصعبة التي تحصل عليها حكومة الإقنية والتجار الإقنية لأن حكومة الإيرانية تشجع التجار والمصانع العراقية على تصدير ومقايضة بالأملات الصعبة حتى يكون مصدر لتعمل الميزانية الإيرانية أصحاب المصانع والمعامل في العراق أكدوا تضررهم اقتصاديا بسبب البضائع الإيرانية التي تغزو الأسواق في الوقت الذي قالت فيه رئيسة منظمة تنمية التجارة الإيرانية كيو مارز فتح الله كرمنشاهي إن العراق يستقبل أكثر من 72% من مجموع الصادرات الإيرانية التجارية الخارجية ويحتل المرتبة الأولى كأكبر مستورد للبضائع الإيرانية ترجمة نانسي قنقر